هنروح لكرة السلة رجال خلاص أفلنا خلاص مباراة نادي الزمالك اللي احنا كنا زعناها لحضراتكم على شاشة قناة نادي الاهلي الثلاث مباراة البستو فايف في قبل النهائي خلصناهم مستر أجوستي كالعادة أفل خلاص الملف ده وبيستعد ليه البال ان شاء الله البال طبعا هيتعابل فيه كيجالي في رواندا زي كالعادة طب ليه دايما بيكون في رواندا ده عقد عقد ممضي مع شركات ورعاها في رواندا بحيث ان دايما صالك كيجالي هذه الصالة اللي في قلب العاصمة كيجالي تكون هي المستضيفة للنهايات دايما أبدا طيب خلينا نقول ان هما هيبقى 8 فرق 8 فرق اللي هتشارك فيه نهايات البال هتتلاقي من 24 مايو اللي جاي لحد 1 يونيو 24 26 28 يعني هيديك يومين تلاتة بين كل ماتش هتخلص انت يوم 1 يونيو هيبقى الفاينال ان شاء الله أنا تمنى نوصل للفاينال براندون السلام يا براندون عمل ماتشات اللي فاتت ديه يعني انت اشكركم يا جماعة انت جبتولي اللقاطات دي فكرتني بتلات ماتشات براندون الحقيقة عمل ماتشات مع الزمالك عالية جدا بصراحة يعني فاجئنا وعمر طارق وكيجو كيجو انا يعني في موجة نظري هو سوبرستار السلسلة دي عندك يابقى مين عمر الجندي بقيت حب تتفرج على الفرقة وتستمتع بأداءها يعني حتى ايفن لقدر الله وخسرانين زي ما حصل في يعني مباراة الكاس مهما كان برضو احنا خسرنا 73-70 خسرنا فرق 3 نقاط تقريبا ولكن كان فرقتنا الاخر وقت بتنافس واخر وقت وقفة على رجلها كل التوفيق ان شاء الله لكرة السلة والبال بعد البال هنرجع نلعب فينال السوبر طيب الناحية التانية مين الناحية التانية الاتحاد وسبورتينج طيب ما لعبوش معنا ليه ويلعبوا معنا ليه لان هما عندهم هيبقى وقت طويل فبالاتفاق مع الفرقتين مع اتحاد السلة اخر لهم قبل النهائي هيلعبوا هما في العشرينات بعد يوم عشرين في الوقت اللي انت بتلعب فيه في رواندا ليه قال لك اشان تكافؤ الفرص ما نلعبش مع بعض والاهلي روح يلعب واحنا نقاط ما نلعبش خلاص اوكي تمام ما فيش مشكلة الاهلي يلجع من رواندا هيخد له 4-5 ايام ان شاء الله راحة وبعد كده يخش على المفرومة معنا دي الاتحاد السكنداري طبعا العنيد فرقة ما شاء الله كويسة جدا